تصاعد النظام الشعب يريد في صناعة السياسة العراقية ثمت سنوات من الخيبة التي أخرجت العراقيين عن صمتهم في شوارع انتفاضة تشرين لم تسعف ساسة العراق بالكشف عن ظروف النظام السياسي إلا أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح اعترف بلغة الوضوح والشفافية المطلقة بلغة التحذير وبلغة مباشرة عنوانها النظام السياسي قد بلغ منتهى تفاصيل مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية دق فيها صالح جرس الإنذار لمآلات الاستمرار في النظام السياسي الحالي يعي السياسيون المجتمع الدولي أهمية ما قدمه صالح من اعتراف عن حاجة العراق الماسة لإصلاحات جذرية وحكم جديد يستند إلى مستوى التطلعات الشعبية والسياسية شهد العراق حراكا شعبيا نابعا من الرغبة بإحداث تغيير في البلاد يناسب طموحات العراقيين جميعا هذا الحراك يشمل نقاشا حيا حول أسس الدولة وكيفية إدارتها وحقوق شعبها لكن لماذا كشف صالح عن اعترافاته تجاه النظام السياسي الآن؟ يعرف العراقيون جيدا ومعهم المجتمع الدولي أن صلاحيات رئيس الجمهورية المحددة لا تمكنه من تغيير جذري للدستور والنظام دون اتفاق جامع للسلطة والقوى السياسية اعترف صالح بانتهاء صلاحية النظام وفقا لنسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إذ بلغت 59% متجاوزة تلك التي سجلت في 2018 الفساد المتفشي، الخلافات الدستورية، العنف الطائفي عوامل لم يتحرر منها العراق طيلة سنوات ماضية يؤكد صالح نتائج نظام لم يخدم البلاد معلنا أمام ساسة العراق والمجتمع الدولي أن نتائج النظام السائد أدت لظهور دولة مقيدة وضعيفة تهيمن عليها أطراف غير حكومية أما الحل الذي يضمن دولة ذات هيبة والسيادة هو العمل على بناء حكم رشيد وعقد سياسي جديد يتحدث الرئيس السابق برسالة مفادها اعتماد الرؤية الكنفدرالية التي تضمن المصالح المشتركة بين كردستان وبغداد وتطبيق المركزية على السلطة في المحافظات الوسطى والجنوبية من خلال الانتخاب المباشر للمحافظين وبشرطين أساسيين الأول سيادة القانون والثاني كبح الفساد يعزز صالح خطوة التحول إلى عراق مستقر متطور وقع الاعتراف الصريح الذي قدمه رئيس الجمهورية السابق تؤكده أرقام الإحصاءات لمراكز دراسات عربية ودولية تشير إلى أن العراقيين فقدوا الثقة بالنظام السياسي بنسبة تخطط حاجز التسعين بالمئة درس بليغ لنا أن لا ننساه وأن لا نتجاهله بأن حقوق الناس في الحياة الحرة الكريمة هو الأساس رؤية صالح لاقت ترحيب خبراء السياسة والمجتمع الدولي وتحديدا بعد أن أثبتها رجل السياسة المتمرس فيما حققه بإنتاج ملتقى السليمانية للغة حوار واتزان تؤسس لحكم رشيد وهو ما أكد خبرة زعيم عراقي في أن يجمع أقطاب السياسة ويمهد لطريق تحقق طموحات العراقيين لتنهي حقبة الصراع والإخفاق ترجمة نانسي قنقر